صحة كده؟ لا مش انتوا بجد نوارين في الخارج وبطولات حلوة جدا بس قبل ما نبدأ بقى نتكلم عن الانجازات اللي حصلت واللي هو غير متوقع برضا وتسمحوا لي ان انا اقول ان احنا اللعبة الشترنج تحديدا مش قامل ان الناس عارفة ان احنا عاملين رانكينج فيها حلو عندنا منتخب وعندنا ابطال وعندنا اسامي كبيرة وميدليات بنتكلم على 13 ميداليا دلوقتي فخلينا نبدأ كده اصلا لما نيجي نتكلم عن لعبة الشترنج في مصر معلش نبدأ من البداية كده خالص امتى ابتدى يحصل التفرة كابتن هشام وامتى ابتدى نشوف لعيبة متقلقة جدا وإيه الدول كمان اللي هي فيها تنافسية مع مصر بشكل كبير هو طبعا اولا بشكر نادي الاهلي احنا متابعين مع حضر حقيقة انتوا لكوا دور كبير في تعريف بالشترنج والانجازاته لان دي مشكلة احنا بنعاني منها في الناحية الاعلامية فطبعا دي الشكر اولا نواجب لكم الحاجة التانية الشترنج في مصر من اقدم الاتحادات 1894 يعني 128 سنة اقدم اتحاد رياضي في مصر ورغم ده مش واخد حظه بالظرر اما بقى الانجازات والطفرة الاخيرة اللي حارك تتكلم عنها دي بدأت 2014 من 8 سنين بالظرر طفرة يعني الحمد لله غير مزبوقة وانجازات عالمية غير مزبوقة بدأت في النرويج 2014 اول مرة منتخب مصر الرجال والسيدات في الشترنج ياخد مداليا دهب في اولمبياد عالمي الشترنج 180 دولة وتجمع عالمي كبير فحقا الاول من 1800 و2014 كانت اول مرة ناخد ميداليا كان انجاز عالمي مداليا دهب في اولمبياد والفرق كان اول مرة تحصل في 2014 في النرويج وبعدين اتكررت في 2018 في جورجيا وانتخب الرجال والمرات دي برضو حافظنا على مركزنا الطبيعي كاول افريقيا واول رجال وسيدات والتأهل لبطولة العالم للقرارات دي بتقام كل سنتين اقوى عشر دول في العالم اللي هو قمة الانجازات الكافرة اما النتائج الفردية فالحمد الله كتير طبعا كابتن احمد عدلي اول لعب عربي بطل العالم للشباب 2007 في ارمينيا واخد اللخب من ابطال روسيا وابطال العالم